سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله باذن الله هنشرح فيديو جديد بخصوص ازاي اقدر اعمل اختبار باستخدام طرق مختلفة تساعد المدرسين في ان هما يغيروا الطريقة والاسلوب اه في اختبار الطلاب خصوصا ان في عندنا طلاب حلقة اولى وحلقة تانية وحلقة تالتة بيختلف اه موت كل طالب على حسب الماتيريال اللي هتبقى شغال قدامه فان شاء الله الفيديو باذن الله يكون هادف وشغال مع كل المعلمين خلينا نشوف الاول اه اه اللي احنا هنعرضه ان شاء الله من خلال الفيديو ده طبعا اول حاجة ان احنا هنتعرف على موقع كاهوت والتسجيل فيه وازاي يقدر انشئ اه اختبار او مسابقة تعليمية للطلاب تاني حاجة هنشوف ازاي يقدر اعمل اختبار باستخدام ال ال ام اس والتعرف على الانوار المختلفة للأسئلة وازاي اقدر اخد غياب باستخدام ال ال ام اس كذلك هقدر اتعرف على ازاي يقدر انشئ اختبار ببرنامج ال مايكروسوفت تيمز وازاي يقدر اخد برضو الغياب بطريقة سهلة اخر حاجة هنتعرف على بعض المشاكل اللي قابلت بعض المدرسين في استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز ونحاول ان شاء الله نحلها مع بعض طيب نبدأ الاول بازاي اقدر اعمل اه تسجيل على موقع كهوت وانشئ اه مسابقة تعليمية للطلاب اه اول حاجة اه هروح على كهوت كريات طبعا ده الموقع بتاعي اسمه كريات دوت كهوت دوت اي تي خلينا نعمل صين اب هعمل صين اب الاول از اتيتشر طبعا الطالب لو عايز يشتغل هيستخدم كا ستيدنت هعمل از اتيتشر صين اب ويز اجوجل اكاونت هنا يبقل سجل اسم المدرسة بتاعتها كان يكتب اسم المدرسة مثلا ولا يكون اوكي هنا الwork place detail طبعا مدرسة يوزر نيم تايستنش يوزر نيم طبعا نخلي اليوزر نيم كده برضو بقول له اي هاف ريد اللي هو الكونديشن ولو عايز يرسل لي اي رسائل اوكي وبعمل جوين كهوت طبعا انا كده اول ما بنشئ الحساب بتاعي بيظهر لي الصفحة ديت ويقول لي هل انت عايزه free ولا عايزه باستخدام اه زي ايجار شهري او على حسب كل خاصية من دول طبعا بيبقى فيها اكتر واحسن احنا نستخدم اللي هي مؤقتا كده ونشوف الاستخدامات بتاعتها بتبقى ازاي طبعا اللي حابب بيعمل للأكاونت بتاعه بيعمل عادي بكل بساطة طبعا ما بستخدم بتاعي الرسالة دي طبعا لو عايز اعمل او كريات كهوت هنا انا بشتغل على لو الصفحة دي موجودة معادي طبعا لان اول مرة ادخل على البرنامج طب مش حابب من هنا بلع في هناك كلمة كريات ما بضغط على كريات بيزهر لي بقول له نيو كهوت لان انا اول مرة استخدم البرنامج هنا بنكتب هنا السؤال مثلا what is the preferred subject طبعا اقدر اكتب بالعربي واكتب بالانجليزي هنا في خاصية التصحيح preferred subject تمام وهنا هبدأ اكتب الاجابات مثلا الكمبيوتر ولا الماث arabic or english طبعا هنا الطالب المفروض بيختار هو طبعا ما فيش سؤال احنا عملينا كمسال اقدر كمان اعمل لو عايز احط صورة للسؤال بالنسبة للطلاب الصغيرين مسلا هضيف اي صورة تعريفية هنا اقدر اتحكم في الوقت اللي هنا عايز اتحكم في الوقت اخليه خمس ثواني عشر ثواني بحيس ان انا اكتشف اللي هو الطلاب الاسكياء او ان انا حاول اعمل منافسة بين الطلاب وبعضهم وبختار الاجابة الصحيحة بتاعتي بقول مثلا ان هي الاجابة الصحيحة دي هنا اوتوماتيك البرنامج لو الطالب اختار الاجابة الصحيحة بيحسب ان هو اه جاوب اجابة صحيحة وبيبدأ يديني كمان الطايم اللي هو حل فيها دي كمنافسة بين الطلاب زي ما هنشوف دلوقتي في ازاي يعمل اه مسابق عملي طبعا خلصت اول سؤال هضيف كمان سؤال السؤال التاني مثلا طبعا هنا الاجابة المفروض فوز باختار الاجابة فوز وقدر اعمل لو انا عايز اضيف اي صورة تعبر عن ايه المدينة او السؤال اللي انا اخترته برضو وقدر اتحكم فيه الاسئلة وهنا النقاط ديه طبعا بقدر اتحكم كمان فيه النقاط عايزة بين كام الف ولا الفين على حسب القيمة اللي انا عايزة كده انا عملت اه سؤالين اتنين معايا من ضمن المسابقة بتاعتي بقوله هنا بيقول لي عنوان المسابقة تبقى مسلا سي اس كونتست عايزة اعمل لها وصف اوكي تمام كده المسابقة خلاص اشتغلت معايا طبعا الخانة الاولى ديه تعبارة عن انك انت لو حاببت تجرب المسابقة بتبقى ازاي في كهود بتبدأ تخش انت مسابقة اي مسابقة بتبقى معروضة وبتخش مع طلاب ويبقى في تنافس تسع اسئلة وخمس اسئلة وتشوف مين اللي يطلع فيها الاول ده عشان بس تجرب تشوف الاسئلة بتبقى مبنية ازاي بالموقع اللي اسمه كهود طيب احنا بقى عايزين نشغل اللي هي المسابقة اللي احنا صممناها وبرضو نشوف اختبار عليها كده بسيط هنا هدأ اضغط على السي اس كونتست اللي انا سوتها هنا بضغط على بلاي هاست لايب ولا كرييت شالنج طبعا هنعمل هاست لايب بحيث ان لو فيه طلاب حابين يدخلوا من برا بديهم بس الكود بتاعي ويبدأ يدخل عليه طيب هنا هقول له كلاسيك عادي طبعا لو عايز فريق اصد فريق او بلاير اصد بلاير او طالب اصد طالب يعني واحد اصد واحد مقابل واحد هنا هبدأ اختار الجزئية ديت هنا بيديني الرقم المسابقة اللي المفروض هبدا للطالب طيب الطالب بقى بيخش فين الطالب بيفتح صفحة تانية خالص هاي اللي هي ديت هنبدأ بس نصغر الشاشة عشان يبقى باين معانا البرنامجل اتنين ده المفروض للمسابقة الفعالية بتحتيه ودي الصفحة التانية للمفروض هيدخل عليه هكتب هنا طبعا المفروض بيدخل على كهوت دوت اي تي فبيفتح له هنا الصفحة الرئيسية بيقول له دخل رمز المسابقة اللي انت او الجيم اللي انت المفروض هتشترك فيه طيب خلينا ناخد الرقم ده ونبدأ نعمل هنا على المسابقة وهبدأ اعمل هيقول لي اكتب الاسم المستعر ليك هنكتب مسلا طاهر اقول له اوكي هنا بيقول لي ان فيه واحد دخل اقدر كمان من صفحة تانية عشان يبقى فيه طالبين اتنين ولا حاجة اه برضو خلينا نخش على المسابقة نفسها برضو باسم تاني خالص اسمه محمد هتلاقي بقى فيه عندي اتنين هو طيب هبدأ اعمل هنا المسابقة بدأت المفروض هيجي السؤال هو يختار الرمز هو بيبقى شايف الاسئلة مع رمز كويز وان هل هو الكمبيوتر الماسك المفروض الكمبيوتر كنا حطينه هون الاجابة الصحيحة طبعا ده محمد هو اللي جاوب فإداني الاجابة صحيح فعلا لها رقم واحد هنخش على السؤال اللي بعده طبعا محمد بيقول لي ان هو حصل على الاجابة في الجزء البسيط ده من الطايم بعد كده هخش على السؤال التاني خلينا نخلي اه محمد برضو اللي يجاوبها هل هي دبي طبعا هقول له فولز يبقى اختاري الاجابة من هنا هيبقى معايا الاجابة الصحيحة طبعا هنا الطايم اللي انا كنت اخطر له لعشر ثواني هادر اخلي برضو طهر الجاوب هنا طبعا الاجابة هي رقم اتنين خلينا نشوف من اللي فاز طبعا محمد لانه جاوب اجابتين اتنين مطار جاوب اجابة واحدة بس صحيحة فهي دي بتكون شكل الاسئلة اقدر طبعا انا بقى اشكل في الاسئلة بتاعت سواء بالعربة او بالانجليزي وقدر اضيف صور تكون معبرة عن السؤال بتاعي زي ما انا عايز نرجع بس للجزئية اخيرة بس نسينا نقولها في برنامج كهوت طبعا ان في موجود على البلاي ستور بينزل باسم كهوت اقدر ان نزله الطالب بينزله طبعا عشان يدخل على المسابقة على طلب الموبايل هتبقى اسهله بطريقة سهلة جدا لو انا عامل منافسة بينه الطلاب وبعضهم هتبقى اسهل في الاختيارات الجزئية التانية برضو هنا اللي هي الهوست كهوت بيبين لي المسابقات اللي انا المفروض دخلتها او اللي انا عايز ادخلها بيجي لي هنا موجود عند اللي هي الهوست لايف اقدر اعمل بلاي تاني مرة تانية ويعاب عليها فيه كمان جزئية جديدة بعد ما بانيت اول اه او كريات كونتست بالنسبة لك بيزهر معاك الايكونات ديت ديت بتبقى حاجات موجودة اقدر استخدمها وعمل عليها يعني مسلا زي ديت اقدر اعمل وابدأ اشوف الاسئلة لو السؤال ده عجبني اوكي بشوف السؤال اللي بعده السؤال ده اوكي ماشي اقدر اعدل على ده مسلا اختار اي حاجة اقدر اكتب انا اللي انا عايزه وعدل يعني في عندي جهزة قادر استخدمها كذلك في الانجليش برضو اللي هو الاشياء ديت هنلاقي موجود برضو في خانة هيظهر معايا برضو جاهز معايا هنشوفه دلوقتي اهو اللي هو ده هعمل بلاقي فيه حاجات جاهزة ديت اللي هو الاشياء اللي هو النصائع في بداية المسابقة هنا هنلاقي الاسئلة موجودة معايا هات قادر برضو تحكم في الطايم زي ما انا عايز وابدأ اضيف الاشياء اللي انا عايزة زي ما انتم شايفين قدامي كده وديت بتكون اسهل بكتير بالنسبة للناس اللي هي مش عايزة تتعب نفسها وتكتمل بداية كده احنا خلصنا اللي هو اول جزئية اللي هي كهوت ويب سايت او الابليكيشن الخاص بكهوت هندخل على المرحلة التانية وهي الال ام اس طبعا بخش على الموقع اللي هو بايدفولت كلنا هارفينه الام اس دوت ام او اي دوت جوف دوت اي اي باجي هنا عندي في المكررات اختار المكرر اللي هو الخاص بالمادة بتاعتي وليكن مثلا اللي هو الكمبيوتر سايينس اه عايشة المتقدم هنا في عندي الخطة في عند الانشطة طبعا انا هاجي مسلا عايزة انشئ اه اجزام او تيست على يونت سيفن باجي على يونت سيفن تمام واجي هنا في طرق اتنين اتنين لاضافة النشاط اول طريق ان انا خش على الانشطة او من هنا على طول من عند اليونت سيفن واجي اعمل اضافة اختبار باجي هنا اختار اختبار وابدأ اكمله او الطريقة التانية بتخش على الانشطة على طول وتعمل اضافة نشاط نوع اختبار طيب بالنسبة الاختبار انا بيقول انت عايزه على اني واحدة عندي طبعا على يونت سيفن ولا يكون على ليسون تو واقول له التالي هنا يطلع لي يقول لي عنوان الاختبار المفروض يظهر عند الطلب عشان يبدأ يحله مثلا اقول له يونت سيفن تست ده اسم الاختبار وبعدين لو عايز حابب احط وصف طبعا هنا لو عايز تضيف ملف خاص بالامتحان اوكي منتج عايز اوكي بتضيف هنا تاريخ النش واللي يكون هيبدأ باكر او لو عايز ان انا ننشئه الان يبدأ من دلوقتي طيب مدة الوقت اللي امتحان كان 30 دقيقة مثلا موعد الانتهاء نخليه بعد يومين يوم 23 تمام هل اسمح بالتسليم بعد الوقت ولا لا طبعا في التست المفروض لا لو انت عامل واجب اقدر اعمل ده ان انا استخدمه ان لو طالب اتاخر لاي سبب يسلمني برضو الايه الاختبار او الوقت هنا اختبار بسؤال واختبار بملف اختبار بملف لو انت باني الاسئلة كلها في صفة او ملف وعايز ترفعه وطبعا ده بيكون صعب على بعض الطلاب عشان ان هو يحمله ويبدأ يعمل عليه فالاحسن اللي هي اختيار بسؤال ما بضغط اختيار بسؤال طبعا درجة نجاح في الاختبار ككل خمسين في المية يعني الطالب يبقى ناجح لو جاب خمسين من مية مثلا او خمسة من عشر هنا ببدأ اقول له ببدء اضافة اسئلة هنا دي انواع الاسئلة اللي موجودة عندي اختير من المتعدد صواب وخطأ اجابات متعددة اجابات متعددة انا اكتر من اجابة صحيحة توصيل او ملء فراغات او ترتيب او ان انا اضيف صورة عندي وابدأ المع لها اسئلة هنا هنقول اختيار من المتعدد لما بضغط اختيار من المتعدد بيبدأ معايا يولي اكتب السؤال عرب انجليزة عادي ما هي اكثر صورة في القرآن وابدأ اكتب له الاجابات انا عندي الاجابة الاولى مثلا الفاتحة ولا الكوثر هنا بقى دور خيارين اتنين عايز اضيف خيار جديد بقول له اضافة خيار جديد واقول له الاخلاص طبعا انا اختار دية الاجابة الصحيحة وابدأ احط السؤال ده من كام عايز احط له مسلا السؤال ده عليه عشر درجات هحط عشر اسئلة كل سؤال بعشر درجات وهنا مستوى الصعوبة سهل ولا صعب وبعدين اقول له حفظ كده ده اول سؤال انضاف عايز اضيف كمان سؤال بس مش عايز اضيفه اختار من المتعدد هضيفه صعوب وخطأ اقول له مسلا هنا السؤال هل اول رائد فضاء كان عربيا مسلا هنا برضو بحط الدرجة من عشرة وابدأ اقول له هل هي صعوبة اللي خطأ طبعا خطأ وابدأ اقول له حفظ طبعا مسلا السؤال بقدر اعملها برضو هنا بعد ما عملت اكتب بقى الاسئلة بتاعتي بنفس الترتيب وبعدين اقول له حفظ في الاخل طيب كده انا حفظت الاسئلة بتاعتي طبعا بكده بيكون يتناشق معي الاختبار في الوحدة السبعة بس لازم شيء مهم جدا ان انا لازم اروح اعمل تفعيل للوحدة السبعة بتاعتي عشان يظهر عندهم الاختبار انا كنت اعمل على listen to لازم اعمل تفعيل عشان يظهر عند الطلاب في طريقة تانية افضل بكتير خصوصا ما يكون عندي شعب كتيرة في الصف بالنسبة للطلاب اقدر اخش من هنا ابني بنك اسئلة الاول بعد ما ابني بنك الاسئلة يبقى قدامي اتاحة ان انا بدل مكتب الاختبار ده ليه اكتر من صف او اكتر من شعبة يكون عندي ثابت وابدأ اسحب منه على طول الاجابات او الاسئلة التحتي بنك الاسئلة بلاقيه عندي فوق هوت اول ايكون عندي وفيه كمان اه موضوع منصة مدرسة ده مهم جدا فيه فيديوهات لكل المواد عرب انجليل اللي هي المواد الاساسية بيبقى موجود فيها فيديوهات هنا بقى انا اغضف الاخر كده كسريعة عشان نعرف اه المنصة ديت موجود في ايه بدخل على بنك الاسئلة بيفتح بنك الاسئلة معي طبعا هنا البنوك اللي انا كنت انشأتها قبل كده طب انا حابب ان انا انشئ بنك جديد عشان ابدأ اضيف فيه الاسئلة طبعا البنوك اللي موجودة هنا ديت بنوك انا كنت نشئها من السابق فانا بقول له هلا انت عايز بنوك مشتركة ولا بنوك خاصة بك انت البنوك المشتركة يعني كل معلمة المادة نفس المادة يقدر يشوفوا الاسئلة وياخدوا منها عادي او بنوك خاصة بيه دي بيكون خاصة بيه انا ببدأ اقول له اضافة بنك انشاء بنك البنك انت عايز تسميه ايه وليكن مثلا جريد ايت جريد ايت الوصف العاحب هو وضيف وصف طب المادة بتاعتك ايه هي مادة تصميم وتكنولوجيا مثلا الصف الثامن عام المشاركة انت عايز نوع ايه هيكون خاص بيه وقول له انشاء كده بقى صف ثامن هوا جريد ثامن ده اللي انا انشأته ايه الاسئلة بقى اللي فيها ابدأ اضيف بقى كل الاسئلة اللي انا عايزة وبعد ما اضيف ابدأ اروح اختارها من هناك زي ما هنشوف دلوقتي انا هضيف سؤال واحد بس ولا يكون اختار من المتعدد نص السؤال مثلا ما او what is the first first school in UAE مثلا وابدأ اكتب الاسئلة مثلا ابو ظبي school مثلا ولا العين school على سبيل المثال يعني وبقول له الخير الصحي اللي هو ابو ظبي وابدأ اقول له انشاء طيب بعد ما انشئ السؤال ده انا عايز بقى اروح استخدمه في النشاط هنجي ننشئ نشاط بنشئه بنفس الخطوات اللي فاتت عادة خالص اختبار او واجب مثلا في unit 5 في data structure مثلا وابدأ اقول لهو التست بتاعي test 19 مثلا وابدأ اقول له هنا تاريخ النشر ممكن اقول له الان ومدة 30 دقيقة وينتهي بعد بكرة ورا باكر ومش اقول له التسليم هنا بقى اقول له اختيار سؤال هنا بقى في اختيار سؤال هلاقي اما اجا اقول له اضافة اسئلة هلاقي بيقول لي ان انت عايز سمنين من الاسئلة دي انت هتضفة ولا استراد استراد هنا هيبان لي بنك الاسئلة اقول له لا من بنك الاسئلة وابدأ اعمل بحث على اسم البنك الخاص بي البنوك الخاصة بيه بيطلع لكل البنوك طبعا انا عايز ابسط الموضوع شوية هقول له البنوك الخاصة بيه في المادة اللي هي التصميم والتكنولوجيا في الصف الثامن عام لو تذكروا احنا نتشئله بقول له بحث بيبدأ هوات الاسئلة اللي موجودة في طبعا كل ديت موجودة ضمن الثامن ببدأ ادور على السؤال اللي انا عايزه واعمل له اد من هنا اول ما بضغط على اد بيبدأ ينضف لي هناك على طول في الاسئلة بتاحتي يعني اقدر اضيف دول اواحد اتنين تلاتة اربعة خمس اسئلة وقول له استراد هينزل للخمس اسئلة همات موجودين عندي السؤال اللي عايز اعدل عليه بقول له تعديل اقول له خليه للدرجة مسلا لا من عشرة مش من عشرين ابدأ اعدل هوات من عشرة وابدأ اقول له حفظ وابدأ احدد الاسئلة اللي انا عايزها واضفها وبعد كده اقول له حفظ واقول له نشر بينزل السؤال بينزل اللي هو وبعد كده بيتنشر للطلاب كله وشايفينه عندي بكده نكون خلصنا موضوع ال ال ام اس والاختبار عشان كل الناس اللي كانت بتسأل ازاي بننشئ اختبار على ال ال ام اس تكملة لشرح برنامج ميكروسوف تيم هنشوف النهاردة بعض الحاجات البسيطة فيه بس هبدأ الاول ببعض المشاكل اللي كانت بتقابل بعض المعلمين نبدأ بموضوع الفيديو طبعا فيه ناس كتيرا ما بتحبش ان هي تعمل شيرينج لسطح المكتب فانا هفترض ان انا عندي الجروب ده هبدأ اعمل ميتنج عليه وقول له ميت ناو طبعا اقدر اقفل الكاميرا بعد ما افتحها هدي هنا بقى كان كل الناس بتعمل ايه شيرينج للديسك توب وبعد كده تفتح الفيديو طبعا انا مش حابب ان انا اعمل شيرينج للديسك توب انا عايز اشوف الفيديو هنا واعرض الفيديو بس يبقى الفيديو هو الوحيد اللي معروض معي اه الطريقة ديت بعمل ايه انا بنزل الميتنج وابدأ افتح الفيديو اللي انا حبه مثلا ان هو يطيرد وليكن عندي ببدأ افتحه طبعا بيبقى كبير كده هاوس اعمله وابدأ اصغر الحجم بتاعه كده وافتح المايكروسوفت تيم عادي خالص اقفل شير وعمل شير تاني هلاقي الفيديو ظهر معي تحت هوت وفي الحالة ديت لازم علم عشان الصوت دي برضو كانت من المشاكل اللي بتقابل للناس كلها ان الصوت ما بيطلعش عند الطلاب او المتدربين اللي موجودين معي في نفس الميتنج فانا لازم اعمل انكلود سيستم اوديو بعد كده اعلم له على الفيديو لو بصينا كده هنلاقي الفيديو هو الوحيد اللي شغال مش سطح المكتب بعرف ازاي الجزئية اللي هي معروضة في الميتنج الخط الاحمر اللي موجود ده هي دي المساحة اللي ظهر هناك عند الميتنج وابدأ اشغاله عادي خالص يبقى كل اللي هناك سامع الصوت ببساطة وانا شغال عندي بدون معرض سطح المكتب طيب نرجع الجزئية التانية وهي ازاي انشئ كوز او خلينا الاول نبدأ نعمل ازاي اخد غياب نشوف ازاي اقدر اعمل عملية الحضور والغياب بالنسبة للطلاب وفي نفس الوقت كمان اقدر اعمل استبيان بعد نهاية الحصة ان كل الطلاب تبدأ تشارك فيه اخش مثلا هنا على الصف ده وابدأ اضغط على الثلاث نقاط اللي موجودة عندي واقول له more ab واختار من هنا المايكروسوفت فور وضغط open هنا هكتب له الفورم بتاعتي فيها سؤال هل حضاء كنت بحضور الحصة ولا لا هل كنت بحضور الحصة الدراسية هنا نعم وهنا لا طبعا بقول له next وقول له طبعا vote يعني هيبدأ يحسب لي العدد الكله اقول له send اول ما بعمل send بينزل على طول في الشاتنج موجود تحت هوات بابدأ اقول له مسلا كل طلب يخش هيشوف الصورة دي قدامها يعمل نعم مسلا والله submit بيبدأ ينكتب هنا يظهر معايا الناس اللي عملت one response بس وابدأ كل طالب هيبدأ يحط لي هنا اقدر عن طريق المايكروسوفت فورم بتاعتي على الحساب بتاعي اقدر اشوف كل طالب عمل حضور حيبان ويظهر معايا طب الحاجة التانية برضو بنفس الطريقة دي اعمل استبيان بس هغير السؤال بدلا ما هو هل حضرتها او لا هل عجبتك الحصة الدراسية او هل حصة الدراسية مفيدة بالنسبة لك ولا لا برضو اختار نسبة المشاركين نعم او لا برضو ولا جيد جيد جدا اللي هو مستور حصة الدراسية يبقى كده خلصنا من جزئتين اتنين هاجع على اخر جزئية وهو ازاي انشئ كويز باستخدام مايكروسوفت فورم برضو على برنامج التيمز بدخل على الاساينمنت وطبعا الاساينمنت دي ناس كتير سألت عليها دي مش هتبقى ظاهرة عند كل المدرسين لازم تكون اونر او ادمن على الجروب اللي انت فيه او على التيم اللي انت موجود فيه ولا مش هتظهر معاك الاساسمنت طبعا كل المدرسين الحسابات بتاعتهم تعتبر ممبر فعشان كده مش هتظهر معاكم بس لما مدير المدرسة عدلك الحساب بتاعك تقدر على طول بكل بساطة تستخدم الخاصية دي باجي من هنا من كريات واختار كويز هنا لو انت ناشئ كويز قبل كده هتلاقيهم موجودين عندك هنا طبعا كل ده اللي بالمايكروسوفت فورم اللي انا عملته او ان انا اعمل نيو فورم وهنا يفتح لي على الموقع الرسمي الخاص بمايكروسوفت فورم هبدأ اعمل تسجيل الدخول برضو هجي لك ساين ان تعمل تسجيل الدخول بنفس حسابك طبعا هنا ساين ان طبعا بيدخل على الحساب باجي من هنا قدامي هوات بقول له نيو كويز وابدأ اقول له العنوان بتاع الكويز بتاعي وليكن تست وان واقول له ديسكريبشن هقول له ادنيو انا عايز ولا ولا مجرد تقييم للحصة وهنا التاريخ اللي هو اختيار مسلا الحضور التاريخي اليوم ولا لا ببدأ اقدر استخدم الحاجات دي في عندي كمان حاجات تانية اكتراه ان لو شخص هحابب يحمل لي اي تسك ولا اي حاجة كل الحاجات ده نبقى نتطرك لها فيما بعد ان شاء الله هنا انا حابد لو انا هعمل استبيان او هعمل هنختار مسلا ده واكتب مسلا السؤال مسلا هنا ابو زابي وهنا دبي واحدد لو ان الاجابة الصحيحة هنا ان انا ثاني بعد دي هي طيب هقول ادنيو طبعا لو عايز احط النقط ده من خمس نقاط او من خمس علامات لو اخترت ده هنا بقى مقول له رايت يور نيم ودي ممكن استخدمها في الحضور ان هو تطلب ناسه يكتب الاسم بتاعه هنا هسيب له الانصر مفتوحة طبعا لو انا عايزة كبيرة ان هو هيكتب بيانات كتيرة لو ما يشلونج انصر تكون تكتصر على اشياء صغيرة كده واقول له اد نيو لو انا حبيه تختار طبعا ده له تقييم للحصة والديت خلينا نشوف الديت مع بعض هنا مسلا اه 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 مسلا ديت اوف بيرس واسيبها له مفتوحة برضو وبعدين خلص تبقى ابدأ اعمل يبقى يتشارك على طول معي او هو ده على طول يعني لو اغلاقت كده على طول محفوظ معي هاجي ارجع افتح بقى بتاعي وهدي هنا بقى مش اقول له لا اذا انا على ايه موجود عندي اللي هو تيست وان واقول له هيبدأ يجيب لي الاسئلة هيقوم معروض للطلاب عندي على نفس الصفحة هنا اوتوماتيكا هوات هبدأ اقول له انا عايز اعرضه على الان فريق طبعا الفريق اللي انا موجود فيه هنا لكل الطلاب ولا الطالب معين من الطلاب لا انا اقول له لكل الطلاب هيبدأ او هينتهي موعد الانتهاء امتى يوم اتنين وعشرين ولا تاتة وعشرين بحدده الوقت اه سوري التاريخ والوقت وبعد كده بعد ما بخلص بقول له الصين الصين ده معناه انه هو هيتنشر على طول على صفحة كل طالب هيخش هيشوف ان بتاعه بقى موجودة هو اسمه لما يعمل هو اوتوماتيك هزول له نسخة الطالب اللي هي دي دي نسخة الطالب عياد عشان نشوفوها جبتها من هنا هي دي نسخة الطالب هيضغط على الامتحان هيفتح معها الفورما عادي خالص ويبدأ يحل طبعا هنا هيكتب اسمه عادي هنا هيختار التاريخ اللي هو عايزه وبعدين يعمل عايز على نسخة الموبايل او نسخة الكمبيوتر او كي طيب انا خلاص خلاص من هنا انا عايز بقى المدرس نفسه يشوف درجات الطلاب او من اللي سلم ومن اللي مسلمش باجي هنا في نفسها بدل هنا على هيلاقي كل الناس اللي سلم واللي مسلمش موجودة هنا ومتغيرة اقدر اخش على كل واحد وشوف هو حل ولا محلش ودي له الدرجة بتاعته او اوتوماتيك بتبقى محسوبة له الدرجة التانية طيب في جزئة كمان عشان قبل ما نطلع انا بعد مخلصت الامتحان والطلاب حلهم وخلاص اوكي فيه عند نقطة هنا اسمها لو انا ضغطت عليها بيبدأ يعمل لي ارسال لكل الدرجات دي بالاسماء على ملاف اكسل واحفظوا عندي فولدر اسمه داونلود بجيبه ازاي من الجهاز من هنا عندي اخش على داونلود هلاقي موجود تحت هوت اللي هو ده بضغط عليه بيبقين لكل اسماء الناس اللي حلت الامتحان والدرجات بتاعتهم كمان لو كان اخد درجة او مدخلش او البيانات اللي موجود عندي ولو انا ضغطت لفيدباك برضو يبين معي او زي ما احنا شايفين بيبين لي الاسماء زائد لو في عندي او فيدباك اللي انا عملتها عندي وبكده نبقى خلصنا كوز ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد اه ودعمونا بالسبسكرايب عشان الريد بتاع القناة اشتركوا في القناة